ومن الموطن الصغير نرود الأرض نذري في كل شط قرانا نتحدى الدنيا شعوباً وأمصاراً ونبني أن نشأ لبنان ومن إذاعة صوت لبنان حكاية الانتشار اللبناني بتشكل الجالية اللبنانية جزء مهم من النسيج الثقافي والاجتماعي بولاية بوستن الأمريكية نظراً لعدد أفرادها المرتفع هجرة بعد هجرة خصوصاً أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ولتميزة بمختلف المجالات مثل الطب الهندسي الأعمال والتعليم والثقافي وغيرها ضيفت حكاية الانتشار اليوم من بوستن إلى لبنان الدكتور في علم النفس مونة جبرايل الهاشم مشاهدين والمستمعين فيكم تابعونا بالصوت والصورة عبر video.me والapplication موقعنا على التواصل الاجتماعي Voice of Lebanon 100.5 مونة هاشم بجدد ترحيب فيك من بوستن إلى لبنان زياراتك متكررة وتحب تيجي هون تشوف العيلة الأصدقاء خصوصاً أنه هجرتك مش كتير بعيدة يمكن من حوالي 14-15 سنة صحيح في 2011 كيف ولد عندك هيدا القرار؟ ليه قررت تغادر لبنان لوقع الخيار على أمريكا؟ أنا قبل مفل قبل 2011 كنت بلبنان كتير مبسوطة ومرتاحة كنت مناسقة لغة فرنسية بمدرستان عندي أصحاب مبسوطة كتير مرتاحة مع أهلي ما في أي مشاكل لأني لتقيت بزوجي وحسيت أنه كل الدنيا بلاي مش رح تكون مثل ما أنا بدي وهو ساكن له في أمريكا له ببوستن من 1986 هيك أخذت القرار تقيت فيه في 2008 في 2010 تزوجنا وكان أعملي ورائي في 2011 أنا لحطوا على أمريكا يعني بالأساس فينا نقول فكرة السفر كانت بعيدة؟ بعيدة كتير كل البعد يعني أنا كنت حب سافر أكيد بس للسياحة بس تا هاجر تا فيلم لبنان هيدا كان خارج نطاق البحث بالنسبة لي وصلت على بوستن أول شي كان فيه مقارنة بين بوستن ولبنان؟ يعني مثل كل مغترب ساعت اللي بيروح من حياة لبلد مش بس من لبنان بيكون فيه مقارنة بين البلد الأم والبلد اللي بيروح عليها خصوصا نحن لبنانية اللي منروح مغرومين غرام بلبنان مثل ما عم بقلك أنا ما كان فيه أي فكرة سفر دايم أبدا الهجرة يعني وقتها سفرت تاقلم كنت بفكرة حالي أنا روح أتاقلم بسرعة أكتر لأني أنا بحب الناس عندي أصحاب كتير سوألت أنا هيدا هي ذات الشخصية راح تكون هون راح تكون هونيك يعني هوني أنا مبسوطة لأنا بدي أكون مبسوطة هونيك بس المعطيات هونيك مختلفة كليا هونيك مش أهلي مش أصحابي مش الناس اللي أنا ربيت معهم كان أنا بقلب بيتي كنت مبسوطة كتير وكانت من الأشخاص القلال يمكن المحظوظين يلي وصلوا على بلد الاغتراب وكل شي مأمن لهم عند بيت عند سيارة مش مضطر رايق اشتغل كل هودا الأشياء كانوا مأمنين من زوجي وبذات الوقت كانت حاسة مثل غايمة سوداء موجودة على قلبي من وقت اللي وصلت مع كل الأساس اللي كان مأمن ليها ولا تكي ندمت على القرار ولا تكي قلت هونيك يا رات ما جيت بس كان نقصني اشياء كتيرة مثل؟ نقصني رفقاتي نقصني أهلي كنوا موجودين نقصني اسمع اللغة العربية بالشوارع نقصني قول بقزور صباح الخير كيف كن نقصني حدا قلو بقزور بيرد علي يعني حتى ولتقيت بالشارع بي حدا وقلت لك جيد مونينج في كتير احتمال انه هيدا شخص مايرد يعني بروح امشي انا وجاوزة كل يوم كنا وكل يوم التعبي نفس الناس وكل يوم قللهم جيد مونينج وكل يوم مايردو وكل يوم ارجع عيد للجود مونينج بيقلي كان متعبتي قالوا لا مش عم بعملهم كرمالو عم بعملهم كرمالي هذا انا شي بريحني بس كل مرة كان بيصير في مرارة مع الجود مونينج تعرفي نقصني كل شي بيخليني حس انا بنتمي بنتمي لوطن بنتمي لمجتمع كان نقصني هونيك يعني كان جاوزة يقول لي طب امك يا حال جاية هلا رح تجي امك واختك جاية وبنت خيك جاية والساحة تضايعة والكنيسة اهمج يعني ومربط رس والسيارات الراحة جاية هيدة اللي انا بسمعها وينيك وبسينة الجيران يعني كانت غربة غربة بالنسبة لك غربة كتير مزعجة كانت مع انه تعرفي لغات ومش سعب عليك تتواصلي صحيح سهل التواصل مع الاخر نظرا لاتقالنا للغات صحيح صحيح بتروحي لوانيك بتفكر حيلك انك بتعرفيها للغة بس متل ما بتعرفي انه الامركاني الحكة الامركاني غير الحكة الانجليزية الكلمات الانجليزية اللي منتعلمة هون بالمدارس اكيد في قسم كتير كبير هو زيته بس انه مش نفس الشي وبعدين ساعة تالي بكونوا عم بيحكوا بسرعة وبيعملوا ريفرانس لأسس بسورية تحقوا عليها بصير تطلع انت انه بتحسي حالك غريبة فعلا انشاء بيحكوا مع انه عدد اللبنانية كبير ببوستن يعني منعرف في كتير من حبوب في كتير من العقورة في كتير في بيت الهاشم زوجي من بيت الهاشم في عدد هائل من بيت الهاشم هونيك وقالون زمان كتير انا مثلا رايبة لازم ما في عند حدا هونيك بس في كتير ناس من اهمج في كتير ناس من العقورة مضبوط ارنتي بين اهمج وبوستن بين لبنان وبوستن يعني هال مقارنة شو اوجه شبه اذا اليوم بيانت لنا الاختلاف هاي العلاقات الانسانية المفقودة بدنا نقول في اوجه شبه هلا ما بقدرول انه العلاقات الانسانية مفقودة اكيد انه هن الناس هونيك بيعرفوا بعضهم يلي خلقانين بزاة المدينة وهيك متل ما انا خلقاني باهمج وبعرف كلا ناس اللي حولي بجبال وكلا ناس اللي حولي بس هني في عندهم في تيعملوا هالاتصال مع الشخص اللي جاي من غير مجتمعهم خصوصا مع بهال افكار اللي عندهم ياها عند لبنان يلي جايبينها من ميديا يعني بعتقد انه في نتفت جهل بالنسبة للبنان عند كم شخص مشكلة العالم اكيد هيدا الشي بيحسسيك كتير بالقهر يعني سأعتلي انا بكون موجودة وحدا بيجي بيقلي انت من وين من لبنان وبتبت تقلي مثلا المدام اوه لازم تكوني مبسوطة هون عم تشوف الخضار انت جاي من صحراء ما في الشي غلط انه واحد يكون جاي من صحراء بس نحنا لبنان مش صحراء يعني هون في افكار مغلوطة هون عم تفتح شباك عشاغلي كتير مهمة يعني الصورة اللي عم توصل عن لبنان اوقات عم تكون صورة غلط لازم الاعلام يمكن اشتغل عليها ويوصلها بصورة اوضح افضل افلام حلوة ايه ممكن هيدا اكيد شي بس انه الناس ساعته اللي قاعدين ببلد مكتفيين فيه الانفتاح على الاخر بيكون شوي اصعب من ما تكوني ببلد مجبورة تكوني منفتحه على بلد تاني تا تقدري تتطوري اه اصب بعتقد انه هيدا هو بعتقد هيدا 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 اه 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 اشي رأيي الشخصي انه اه اه اعدم انفتاحهن على لبنان او عغير لبنان هو لانه انه هن بلد مكتفي بزيته اه اه ونحنا انفتاحنا على غيرنا لانه نحنا بلد مش مكتفي بزيته حاجتنا يعني حاجتنا اذا كنت عم تسأليني تنرجع على سؤالك شو اوجه الشبه بين لبنان وهنيك عندي كتير صعوبة اني اقولك شو اوجه الشبه ما فيه بتلاقيه يعني نحنا انا فلت من هون عندي عندي كتير امور خلتني اقدر امشي هونيك يعني حملتها معي من هون تا اقدر امشي تا اقدر اقلع بامريكا بس اذا بد احكي من ناحية الاجتماعية هون اكيد في في عندنا في عند علاقات اجتماعية يعني بحكي اعطول من الاختبار الشخصي انا مش من جاي اعطي تيوري هون الكين المجتمع كتير صعب علي تاعمل تا انخرط فيه مع انه انا مثل ما قلتلك انا بحب الناس وبحب تعلم اشياء جديدة بس فيه حواجز كتير فيه حواجز كتير حسيت حتى هلا بعد 13 سنة بعد بحس انه بعد فيه كم حاجز مع انه بعتقد انه انا حققت كتير لانك قدرت تدخلي يعني عرفت من وين بديك تفتحي هالبيب وتفوتي على هيدا المجتمع كنت مونة جبريل هاشم بالادب الفرنسي وصورت اليوم دكتور بعلم النفس صح وصلت على امريكا حسيت مجال الادب الفرنسي ما رح يكون اليك لا تشتغلي فيه او بلشت من مطرح وكفيت لوصلت على علم النفس انا فليت من هون عمري 40 سنة كان الي 20 سنة هيك عم تفضحي حالي مش مشكلة عادي مش مشكلة عادي فليت من هون يعني معي معي ليسانس بأصول تدريد اللغة الفرنسية من جامعة الكاسليك ومعي ليسانس بالادب الفرنسي من الجامعة اللبنانية ومعي مستر بالسيانس بالإدوكاسيون من الكاسليك ومعي مستر بالكواردينيسون والكواردينيسون من الوئيس جي سو رحت لهونيك وقالت انا شو بدي اعمل هلا بكل فرنسي وقالي انا بحرف اللي عملته مع الإكسبرينيس تبعي كواردينيتيستو فرنسي على تسعة سنين وعلم فرنسي كل الوقت قبل وهيك وهوني حتى في لبنان من نجاح لنجاح يعني عطول كنت تلقى عطول بكل حياتي المهنية كل الوقت لأنه كل الوقت أنا بالجامعة يعني ما تركت الجامعة بحياتي وصلت لهونيك وكان كتير صعب علي القرار شو بدي اعمل بلاش اتعلم ب في مراكز لتعليم اللغة وليت حالي رجعت على بونجور كمان ساوا مابل مونا جبرايل جسو دي لبان جسو دي لبان جسو دم هيدا الشي يخد معونا ثلاثة شهور وصلوا لقلت انا شو هيدا مش معقول حزيت حالك انت عم ترجعي لو ايه كتير انزعجت يعني عطول بعمل كمباريزون انو مثل ما واحد نزل من قمة الافرست لقعر حفرة الماريان اه 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 قلت انا في شي في شي بدوين عمل مش معقول انا مش من الناس يا اللي اذا وقعت رح ضلوا واقع لأ بس بذات الوقت قلت انا بدي اتكل عحيلي انا صحيح انو انا عايش مرتاحة ببيت وكلشي بس انا بكل عمري انا بشتغل مش راقعد بلى شغل او مش راقش اشتغل بما بمعايش كتير كتير واطي وضل فيه سوريحت عملت ترجمة ترجمة ميديكال يعني بلشت تختاري الدراسة عن جديد عن جديد ببلشت سو عملت ترجمة مستشفيات وصرت أعلم صرت أخدت الترخيص وصرت أعلم بترجمه وأشتغل بالمستشفيات كنت عندي تعاقد مع أربع شركات هني بيبعثوا المترجمين للمستشفيات ومع مستشفى كنت أشتغل كتير 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 يعني في أيامي يكون عندي عشر ساعات ترجمة شو يعني ترجمة المستشفيات هل هو المريض يلي بيجي من جنسيات مختلفة ما بيعرف يتواصل مع الطبيب صحيح يلي بيجي وبيحكي عربي يا فرنساوي أنا كنت ترجمة عربي وفرنساوي بكل مستشفى في سنتر هو للترجمة بيبعثوا يعني مثلا أعتبر حيلك أن الله لا يسمح يعني رحت على اليابان وصار معك شي ورحت على المستشفى كيف أنك تتواصل معه وانت ما بتحكي يا باني بكون في قسم ترجمة بقلب المستشفى اكزاك اللي بيبعثوا لك حدا بيوصال لأنت تخيل اللي بتصري بيوصال لحدا بيقول لك صباح الخير جوزيفين كيف أنا مترجمة اللغة العربية وأنا هون رح كنت أساعدك يعني بتحسي واوه مبعوط لقلي يعني الحمد الله أنا كنت بترجمة للناس اللي بتحكي عربي بالمستشفى يعني روح من مكتب حكيم لمكتب حكيم لمكتب حكيم بقلب المستشفى بس بذات الوقت قلت لحالي هيدا الشي مش رح يضل هيكي أنا ما بدي أنه حياتي كله ضلني عم ترجم محمي شنطة من مطرح المطرح مع أنه شغل كتير حلو وشغل كتير بيعمل علاقات مع العالم وبيوسع لك أفاقك عن جد يعني تعرفت كتير على ناس ويكانوا على لبنانية هونيك تعرفت على كتير لبنانية تعرفت على كتير من كل المجتمع العربي الناس رايحين يعني بحالات كتير مستعصية يلي رايحين بوقت معين مش إنوا عيشين بأمريكا بيكون حالات كتير مستعصية يعني قطعين ع أوروبا قطعين عم مطارح كتير التي يوصلوا لهوني لا يتعالجوا تعرفت شي كتير مزعج كتير كتير بيقهر بس كتير كمينا بتنبصي أنك عم بتساعد هود العالم سو أنا بالنسبة اللي وقتها شفت قلت أنا مش هيدا هو البدية أوكي هلأ أنا صار عمري وحطة صار واحدة وعربعين سنة هلأ عم بخلع عن جديد شو يلي بديه وكان صعب تقعرف شو بديه بالواحدة وعربعين سنة يعني في ناس منهم ما بتعرف شو هويتها تقرجع أعرف هلأ أنا شو اللي بديه هلأ عن جديد نبشت كتير براسي وبقلبي تعرفت شو بدي وارجعت عالجامعة واخدت مستر ب تيرابي دوكوبلة دوفامي ومن بعد ما أخدت المستر دغري أخدت المستر بسبعة أيار 2017 وبلشت بالدكتوراه بعلم النفس بسبعتاش أيار 2017 يعني تعلم مستمر فينا نقول بزيت الشهر وفتحت من بعد هيك من بعد ما أخدت المستر بسنتين بالوقت اللي أنا كنت عام بعمل فيه الدكتوراه لأنه في كتير تقدر تفتحي وحدك يعني في كتير كريتيريا تفتحي وحدك بديك تعمل ثلاثة واربعمائة ساعة من بعد المستر بده يكون عندك سنتين الليك بديك تاخد فحص وتنجحي فيه تستطيع تفتحي وحدك سوى عملت كل اللي لازم من عمل وفتحت الشركة اسمها لايكا فينيكس مثل طائر الفنيق لأنه أنا بؤمن كتير العنوان كتير بيعني كتير بيعني لأول شي لأنه نحنا فينيقية وطائر الفنيق هو السيمبول طبع الفنيقية والسيمبول طبعنا نحنا نحنا شعب رزلينت نحنا منقلب ومنقوم ونظل نقلب ونقوم ونحنا أنا بعتقد أنه نحنا شعب عظيم كتير من هيك سميته مثل طائر الفنيق أنه نحنا نساعدكم تقوموا من أوجاعكم مثل ما طائر الفنيق بيقوم من الرماد بيعجع بعيش من الرماد وفتحت هذه الشركة واحدة بلشت وبعد شي أربعة شهور شغلت معي شخص تاني وثالث ورابع وخمس ومن 2019 لهلأ صار عنا تقريباً 18 دكتور بين داكيترا ومعالجين نفسيين وفي عندي أربع أشخاص بيشتغلوا من لبنان بالإدارة ومن بعد ما أخدت الدكتوراه فتحت شركة تانية إلى لعنواني لعنواني عندي كومباس كوتشنج للايف كوتشنج كومباس كوتشنج وعندي لايك فيينيكس الكومباس كوتشنج هي شركة بلشت هلأ بسنة الـ 2024 وفيها تقريباً 90% من العالم اللبناني يلي بيشتغلوا فيها هوني دايماً اللبناني المنتشر عم يسعى يكون سند للبناني المفيد لأنه أنا ما بعتقد أني أنا أنا شخصياً التقيت بناس عندها قدرات أكتر من الناس اللبنانية اللي بتشتغل معي كتير عندهم قدرات كتير عندهم انفتاح كتير شو سر تما يوز اللبناني بالخارج هو الانفتاح يعني؟ لا، في كتاب نعمل عن الحضارات ومش الحضارات، الـ ethnicities يلي نجحت بأميركا هن سبعة، عدوا سبعة من بياناتهم اللبنانية وفندوا لي، قالوا لي وقالوا لي، من الأسباب الأساسية الثلاثة اللي حكوا عننا ويلي بعتقد أنه أنا كمانا هيك بحس رقم واحد هو سئتنا وإعتقاد، مش إعتقاد، هو سئة أنه نحنا جايين من حضارة كتير قديمة وكتير عريقة ومثل كأنه نحنا بدنا تؤانر أنه نشرف هالحضارة برا حملينا معنا اكزاكلي الشغلة الثانية هي قدرتنا للتحمل قدرتنا للتحمل، يعني ما فيش تزوم للشار شوفي شو سار بالبنان وكيف تحملنا كنت بعدك عم تقليلي قبل منسجل الحلقة قدرتنا للتحمل أنه شو ما صار منرجع منقوم، منقلب ومنرجع منقوم يعني في أكزامبلات كتير كتير كبيرة بقدر أعطيها بهذا الموضوع ببيتي أنا يعني أنا مثلا زوجي جون الهيشم هو هلأ محامي إميغريشن جاوزي كتير قطع بما راح سنة 86 على أمريكا وما كان عنده هالشانس اللي عندي إياه أنا أكيد كان فيه ناس نتروته هونيك وهاكي بس أنه مش الشانس اللي أنا عندي إياه هالراحة اللي أنا كنت مرتحطة أول مراحل تعبوا أكتر بالأول تعب كتير بس الفرص كانت أكتر كمان فرص قطع بكتير مراحل يعني مثلا فتح مثل ميني ماركت وكان عنده كمان محل إلو حدو وهيكي وأشطت الأيكنومي وكان بخطر أن يخسر بيته قدر حارب الموضوع هو وحده وقدر رجع يعني ما خسر بيته ورجع فات على المدرسة رجع على الجامعة رجع درسة وأخذ لسانس آي تي رجع أخذ هيدا كله عم بيقلك من بعد الستة واربين سبعة واربين سنة رجع أخذ مستير بي ريزوليسون دو كونفليت وميدياسيون ورجع عمل محامة وماش بس أنه رجع عمل محامة هيدا كله بيقطع قطع البار إكزام قطع البار إكزام بالخمسة وخمسين سنة هيدا شي مش هين هيدا يعني اللي عمره الخمسة وعشرين سنة صعب عقل العيشين بأمريكا وخلقنين بأمريكا صعب عقل بعتقد أنه هو من الحكايات النجاح الكبرى اللي أنا بعرفها بأمريكا وهلأ محامة إميغريشن قسم الله عليه يعني فأسلا مثل ما عم بيقلك هيدا رقم اثنين هو قدرتنا على التحمل ورقم ثلاثة وبعتقد الأهم وفيها خطر شوية هيدا أنه مطرح ما بنصل منحس أنه بعد فيه أكتر مطرح المنصل عنا طموح عنا طموح يعني ما منه دا وهيدا الشيء قويت بيسبب لنا مشاكل أنه خلص أوكيد شو بعد بدك وصلت لهون لا وصلت لهون مش إنف بعد بحربوكن كالبنانية بحربونا لا يعني بإطار المنافسة أصدق في دايما منافسة وين ما كان بس أنه بيميزوا في تمييز أكيد في تمييز تقليك أنه مقطعنا بحياتنا بمسلا أنه أنا أهلي هونيك 13 سنة ولا مرا حسيت أنه في تمييز عنصري أكيد في تمييز عنصري يعني أنا مرة بالجامعة صار معي مشكلة بحياتي ما كانت فكر بصير معي مشكلة بالجامعة أنا بين اليو أجي والكسليك واللبناني ولا مرة صار معي شيء بالمدرسة وأنا أنا مع الرهبات يعني والرهبات فيري ستركت ولا ما فيش مشاكل يعني بصير في هيك شيطاني شوية كذا بس أنه ما في شيء مهم صار معي قصة مع أستاذك وأنا من الحدا كنت بدي تركه للجامعة بس جوزي لا ما بتترك الجامعة أبدا أنت بديك تحاربه بديك تفرجيهن أنه هو غلطان عندك حول كانت تعلمت دافع عن حقي تعلمت دافع عن حقي وأول مرة بيكون أنه بتدفع عن حقي وفي شي بيتغير مش أنه مثلا بتعرف أنه أنت معك حق وهني غلطانين وأنت راح تدفع عن حقي بس ما في شي رح يتغير لا لا أنا دفعت عن حقي وفي شي تغير والأستاذ ياريت فيني أقول اسمه وياريت بيقدر يسمع هالدي والأستاذ بآخر الفصل بطل كان هو مدير الفرع بطل مدير الفرع وتاني السنة بطل أستاذ بالجامعة عرفتك لأنه عملوا تقييم العمل عملوا انفستيجيشن نبشوا شو عمل معي وشو عم بيعمل مع غيري ولقيوا أنه أنا كان معي حق وهو كان غلطان معي ومع غيري عرفتك تعلمت أني دافع عن حالي تعلمت بس في شغلي بديك تعلم أنه أنا بأمن فيها أنه أنا عندها الاندفاع وعندها وشاطرة وزكية وكل شي بس واحدة ما بعتقد أنه كنت رح أقدر أصال بالسرعة اللي أنا وصلت فيها كان في ناس وجدوا بطريق سهلولك هيدا المهمة وأكبر واحد بش أنه هلأ اللي أنا عم بعمل لأنه زوجي بس أكيد أهلي دعمينني كل الوقت أكيد هيدا من أنا وصغيرة شايفين لو صلت إلى أكيد بس أنه زوجي يعني لو ما كان هو قايم بكل شي بالبيت تخيليني أني أنا بدي روح على أميركا بدي أستأجر بيت بدي أكل وأشرب وأشري سيارة بدي كتتعرفي على البلد أول شيء إيه وبدي روح على الجامعة كيف بدي روح على الجامعة؟ هتعرفت عليه قبل ما توصلي يمكن على أميركا إيه يعني أنا ما فيني يعني لو بدي ماديا كان من المستحيل أني أوصل بسرعة هالأد لو ما في حدا دعمني نفسيا أكيد معنويا ومش متكل علي روح بدي أقول مش كل اللبنانية وصلوا فينا نقول يعني شفت كتير بالمجتمع بأميركا ببوستن كيف تشوف اليوم اللبنانية؟ أعتقد اللبنانية حكايتهم مثل حكاية أغلب المغتربين مثل ما كنت عم خبرك مثل ما كنت عم خبرك في منهم ثلاث أنواع في ناس عملوا إنتيجرسون كتير كبيرة فاتوا بالمجتمع الأميركاني لدرجة أنهم نسوا أنهم لبنانية وهن هيك مرتاحين هايتي هي الطريقة اللي هن بتريحن وفي ناس مثل أنا بأعتقد أنه أنا عملت إنتيجرسون بس أنا ضلا أنا لبنانية وما فيني يكون إلا لبنانية وبعدني يعني متعلقة بلبنان بس بذات الوقت بعتقد أني عملي إنتيجرسون يعني قابل الحضارة الأميركانية وبعرف شو الحبته وشو مش حبته فيها وبذات الوقت بعدني متعلقة بلبنان وفي ناس رفضوا الحضارة الأميركية رفضا قاطعا حتى ما تعلموا اللغة يعني أنا روح ترجم لناس قللهم عشرين سنة بأميركا كنت ما تعلموا اللغة أبدا ولا أي شيء بعضهم علقين بلبنان دفتر سويقة ما أخذوا لأنه سقطوا أول مرة عرفتي؟ فيه هيدا كمان فيه هيدا النوع من الناس بس بالأغلب اللبنانيين اللي أنا بعرفهم هني اللبنانيين يشحين كتير أي قطاعات أكتر شيء ببوستر؟ يعني الناس اللي قراب علينا هني أكتر شيء بقطاع الفرماسية الصيدلة الصيدلة بقطاع الطب كتير بمقامات كتير عالية بمقامات كتير كتير عالية ومشرفة مونة جبرايل هاشم بعد 14 سنة اليوم بتنصحي الشباب يخوض هالتجربة يسافر يجرب برا؟ أو إذا مكتفي بيوضعه بلبنان يضل بلبنان؟ يا والي شو صعب لا مش صعب أمداً عطينا وجهة نظرك يعني كمانا دكتور بعلم النفس ممكن تساعدي لأنه أكيد الهجرة اليوم بتترك أثار سلبية على النفس على الأكيد على الأكيد أنا بتطلع بالناس اللي هني عم بيقتلوا حالهم تأخذوا فيزا عامريكا أو فيزا عأوروبا بسيقول ليش عم تعملوا هيك بحالكم؟ ليش عم تعملوا هيك بحالكم؟ انتو مش عارفين شو اللي ينطركم برا؟ انتو صحيح يمكن يمكن تروحوا وتعملوا مصاري بس في قصص كتير تانية عاطفية رح تفتق دولها ويمكن هلأ الناس اللي عم تسمعني تقول لعاطفية ولا بلوطة أنا بديو رح بديو المصاري بديو عم المستقبرة في كل واحد يروح ويجرب ويمكن يكون الاختبار تابعكم غير الاختبار تابعي وأكيد أنه فيه أبورتونيتي فيه فرص برا يمكن على الأكيد مش موجودة بلبنان بس واحد بديو يعرف ساعتها اللي بديو يسافر بديو يكون اخد قرار هو وفاهم أنه فيه شي كتير كبير بديو يفقده وإذا هذا الشي قدر يتحمله كرميلتا يتعلم أو بيعمل مصاري ليش لا؟ هلأ لأنه بيحكوا أنه الانفتاح اللي بيصير بالخارج الفرص التي تتاح التقدم اليوم مهم تكتسبيه وترجع تفيد فيه وطنك الأم صحيح على الأكيد يعني اليوم أنت مثل ما ذكرت خلال الحديث عم بيكون إلك دور مع أصدقائك مع أهلك بالنسبة للبنان عم بيساعدوك بالشركة اللي فتحتية مزبوط يعني أنه هيدا شي عم بيقض قدي إلى أنت عيش وضع الأهل مزبوط صحيح هيدا الحكي وأكيد أنه الإنسان اللي عنده قدراته بعتقد كل إنسان عنده قدرات حرام أنه ما ينميه بس مثل ما أنت عم بتقولي أنه يرجع على لبنان ما ينسى أنه بدو يرجع على لبنان ما ينسى يعني أنه بدو يرجع يعني أنت راجعت على لبنان يعني إذا أول شي بيحضر فيه هونيك لش أنا بدي أجي عم بطرح مش أول شي بيحضر فيه إذا كي صار معي أي مرض أو شي هيدا بالنسبة للمرض بالنسبة لإذا صار معي شي أنا هوني أو إذا حدا إجي يسرقني وإذا حدا جي يقتلني أو إذا بتعرف أنه ما في مرجعية بتعرف أنه ما في مرجعية صحيح أنه بأمريكا كمانا فيها فيها مشكلة وما فيش ولا بلد كامل بس أكيد في مرجعية أكتر من لبنان إذا عم بيتغير عليك لبنان كل مرة بتجي يعني عم تتكرر زياراتي مرتين بالسنة تقريبة مرتين بالسنة هيدا آخر سنتين لبنان كان بالنسبة لإلي قبل ما في القبل 2019 بين موثلات 2011 و2019 كان كتير حلو هيك بين 2019 وهيدك السنة كان شي كتير بيزعل كتير كتير شي بيزعل يعني بتفلي من هون قلبك مكسور هلأ حيث أنه حيث أنه الأمور عم ترجع مثل ما كانت قبل شوي من وين برأيك ببلش تغيير بلبنان لنغير النفوس شو عم بعيني المواطن اللبنان اليوم أكيد احتك كيت فيهوني قعدت معهون أصحابيك أهلك شو معانيت اليوم المواطن اللبنان نسيان نسيان يلي جاي من التراوما يلي من الصدمات يلي عيشها يعني أنا ما بعرف حكي سياسة البعض بقول من كورونا بعد أساسا هلأ كورونا صارت ما صار فيه بعد سنين أنف تواحد يقدر يعمل أبحث ويقول أنه من وراء الكورونا هيدا الأشياء صارت بس أنا اللي اللي بشوفه بلبنان صار هو إنسان الناس كتير عم تنسى باعتقد من ناحية نفسية الإنسان ببلش ينسى بهالدرجة إذا ما كان عامل ألزهايمر هو بيكون مصدوم أو نوع من الهروب هو مصدوم ومن هيك عم بيهرب بدو ينسى شو في حوالي وهو بأي بيئة موجود يعني بشوف الناس عم تحكي عن لبنان وهيك بقول أنا وعم بيخبروا أنه مثلا اللبنانية عم بعين ومن هي ومن هي ناسيين الوجه لك الصورة الكبيرة ياللي صارت ياللي هي كل ياللي صار من الالفين وتسعتعش لهاللق وأنا ما بعرف حكي سياسي أنا مش عم بحكي عن سياسي أنا عم بحكي كمواطنية عادية عم بتشوف أهله والناس اللي حوليها وكنتي عم تخبريني أنه بره التأمين يشمل طب علم النفس إيه أكيد يمكن من هيك لأنه الصحة النفسية لدى الناس هي أهم شي اليوم أهم من الصحة الجسرية يعني في كنت عم بخبري كمان لما كنت عم ترجم أنه يجينا ناس أنا بترجم لنا ناس بتحكي لغة عربية يعني هني ناس مهاجرين مهاجرين أو أنه عم بيعملوا زيارة هون هيك وطولوا بيجوا عندهم أمراض مبينة هني حسين فيها بس هني بالحقيقة ما عندهمش أمراض حقيقية وكله جاي من وراء أهرهم من وراء الأصص النفسية اللي صايرة عندهم الحكيم بيبعثهم عند طبيب نفسي والأسيرانس والشركات التأمين إيه أكيد بتدفع بتدفع للطب النفسي هيدا شي بيساعد المجتمع تيكون مجتمع صحيح يعني على الأكيد على الأكيد هوني بعد فيه نتفة ستيجما نتفة لأنه شايفي أنه الناس أحسن بكتير بالنسبة للطب النفسي وعم بشوف أنه مثلا أنا أختي معالجة نفسية وكتير عند تشتغل مع ناس كتير شايفي أنه فيه كتير تطور بالنسبة لهيدا الموضوع وناس كتير عم بتروح لعند أطبق نفسية لعند معالجين نفسيين ليتعلجوا وبعتقد من المفروض وخصوصا من بعض اللي عم بيصير بلبنان هيدا شي ضروري يعني حتى لو كنا نحنا ناس منقوم من تحت الردمة ولو كنا منقوم من تحت الردمة هيدا ما بيعني أنه ما فينا نحكي بهالمواضيع اللي صارت معنا اللي بتصدم كتير بتقارني بين المعالجات اللي بتصير باللبنان وبين اللي انتو عم بتقوموا فيه بالخارج من خلال هالسيستام التبادل يلي خلقتيه بين لبنان يعني نحنا شو بينقصنا اليوم؟ البعض بقول أبحاث بالطب العادي عم بحكي لطب النفس اليوم شو بينقصنا؟ السيستام بلبنان هو أكتر هو شوي مغير عن أميركا هون ما تحمنحنا نحنا منشتغل تكنيك معينة غير تكنيك اللي بيستعملوها هون لأنه بأميركا الأسيرانس بتفرض علينا تكنيكات معينة هون أنا مش كتير بعرف بالسيستام تبعون بس بقدر إليك أنه شغل كتير حلو في شي هون بيفرضو على الناس تيسيروا بسيكولوجيا اللي ما بيفرضو عنا ويارات بيفرضو هو أنه نعملوا تيرابيلة حالا على وقت كبير كتير طويل يعني مثلا أنا أختي عملة على القليل أربع سنين تيرابيلة إلا تقدروا يعالجوا في قصص كتير أحلى هون يعني هون بنرجع مثل ما بنقول أنه المستوى العلمي يعني موطلق منه من لبنان كتير منيح أنا أمل أنه يضل في هو مش المستوى العلمي المشكلة هو سيستام السيستام البلد بالنسبة ل محطط مين بيدفع للطبيب النفسي هيدا هو المشكلة بالنسبة لهيدا الموضوع بالزيت يعني أداش في ناس بحاجة بس ما فيها تدفع ما فيها أدراميلية ما فيها أدراميلية وكمانا تيرابيلة ما فيها كمانا تكون كل شغلة بلاش أو بيكون شغلة بأسعار زهيدة ما هي كمان بدا تعيش من وين بتشوف التغيير مونا جبراي الهاشم فيه سيستام معين بدي يصير بالدولة يعني ما بعرف بوزارة الصحة هونيك بدي يكون بالسيستام هونيك بدي يبلش وصار لازم يعني ما بقي يحمل هيدا الشعب بعتاد هيك زمان ما بقي يحمل شو بتقول اليوم كمنتشرة 14 سنة وعيشة مع جوزك 30 سنة أكثر من 30 سنة برا هو شو بتقول اليوم للمنتشرين أي دور لإلكن تجاه لبنان؟ أنا بعتقد أنه حيال بأمريكا وبدول العالم مش بس بأمريكا لبنانية عندهم كتير شركات وعندهم كتير أشغال هن مسؤولين عنها وعندهم كتير قدريت أنهم يوظفوا ناس أنا بعتقد أنه هلأ في كتير قسم كتير كبير من اللبنانية عم بيشتغل مع شركات برا بعتقد أنه الناس اللي برا ضروري أنه تفتحوا المجالات للناس اللي عايشين بلبنان أنهم يشتغلوا من لبنان حتى ما يتركوا للبلد لأنه بالحقيقة ما فيش ما فيش عنا الرسورس كتير 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 بلبنان يعني المفروض أنهم يبقوا بلبنان وينعمل مشاريع بلبنان تضل الناس وهو الطاقات قدرين يفيدوا على الأكيد على الأكيد في قدرات عن جد حرامة قدرات مخفية بتزعل أنك تشوفها هون ومش أنه بتشوفها هون لأ بلبنان لأ حلو أنا هي بلبنان أنه بتشوفها مش عم بتبين مش عم بتشاع فيها تشاع وما عم بتشاع وهي قاعدة بلبنان فيها تشاع من خلال المنتشر وهو اللي عم بتصير كمان اللي عم بيساعد أنه الكلفة عم بتكون واطعة على المنتشر كلفة زهيدة تجاه الكلفة بره يمكن إذا بيشتغل مع البناني من هون أنا مثلا بقدر إليك أن الأشخاص اللي بيشتغلوا معي هون بجرب قدمة فيي أنه ما يكون الفرق كتير كبير بس أكيد الفرق قدمة أجرب الفرق مريحني كتير بس ما بيدفع عليه مثلا في أمور كتير تانية أنا ما بيدفعها لأنه الموظف مش موجود بأمريكا مزبوط وهون في ناس فتحوا كول سنتر مثلا بلبنان ليشتغل لبرة لأنه بيوفروا أجارات حتى المرحل صحيح متل ما بيصير بالهند يعني بتتصل بأمريكا بتتصل بيردع ليكو حدا بالهند بيردع ليكو حدا ببنجلاداش بتقشوصو ليش لا بلبنان للأهل بالوطن الأوم شو بتقديلون كمنتشرة؟ بقللون هلأ في ناس بدون يقولوا ليش عم تحكي بس بلوني هلكن أنا كنا عايشين بلبنان كل الوقت ومش حسين أنه لا ما بق فيني أتركوا أرجع 12 شهر ياريت بعد فيه يقول أني أنا فيني أبقى هون كل الوقت ياريت انتبهولنا على لبنان هل بدوني هل بدوني ونحنا من بره رح نجرب قد ما فينا كمان أني انتبه على لبنان بتهنيهم يعني على صمودهم؟ أكيد بهنيهم كتير على صمودهم وكل اللي اللي عم بفكروا أنهم يهاجروا فكروا ترجعوا كمان روحوا تعلموا ورجعوا جربوا ورجعوا أهلا وسهلا فيك مونا جبرايل هاشم لهون أصدقاء المشاهدين والمستمعين بتنتهي حلقة حكاية الانتشار الموعد الأسبوع المقبل بحكاية تميز جديدة بالخارج ترجمة نانسي قنقر